السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة بيت ام رايان فيديو جديد ان شاء الله كنتمنى تكونوا كلكم بافضل احوال يارب العالمين اليوم فيديو جديد ان شاء الله وهذا روتين مسائي اللي غدي نشاركو معاكم غدي نحضر في هاد الكيكة هادي اللي كتجي رائعة وبيضة واحدة فقط وفيها واحد الحشوة اللي كتجي معلك وغزالة وغدي نشارك معاكم هاد الفطائر اللي كتجي مقرمشة وزوينة وواحد الحشوتي رائعة وزوينة فبقاوا مع الفيديو بسم الله على بركة الله اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين غدي نبدأ الحشوة اللي غدي ندير فذيك الكيكة فدرس فميقلات غير لاسيقة معلقة كبيرة ديال الزبدان وغدي ندير معلقة كبيرة أيضا ديال العسل وغدي ندير واحدة جوج معالق ديال ماء الزهر وممكن نديرو غير الماء فقدين نحرك مزيان حتى يبليدك تبديك الزبدة مع دك العناصر ويتمزجون مزيان من بعد غدي نضيف واحد الكاس ديال الكوك 100 جرام الكوك يكون رقيق أو مطحون غدي نبدأ نحرك من بعد غدي نضيف ثلاثة المعلقة ديال سكر سانيدة ثلاثة المعلقة كبار وغدي نحرك مزيان حتى يتحمر ليدك الكوك ما كان نحب باش تحرك باش ما يلسقش لي باش ما يتحركش وفي نفس الوقت باش ياخد لي يعني لون واحد ثلاثة المرحلة هادي وغدي نخليه نحطه يبرد وغدي ندوز باش غدي نقع نوجد القالب ذيال الكيك خديس هذا القالب هذا او هاد المول وغدي ندهنه بالزبدة غدي نوجد المول هو اللوول دهنه بالزبدة وايضا غدي نشع بالثقيق او من بعد غدي نخلي نحطه على جنب بما ان الحال برد شوية ولو كان كان هاك الساد ندخلو لتلاجة فغدي نخلي المول وغدي ندوز باش نبدأ في الكيك مهم درس بيضة واحدة وقبيصة ديال ملح وهنا قشور ديال البرتقالة وكاس ديال ساني دا ما امرش يعني كاس اللاروب ومهم غدي نخلي طغي بالطراب اليداوي كما كتشوفه حتى كتزجان سلي ديال البيضة مع داك السكر وكيو اللي لون ابيض وممكن ديرو فعوت القشور ديال البرتقال ديرو الفاني مهم انا بما انني غن دياله بالبرتقال دك شيع لاش هنا نص كاس ديال الزيت وهذا كننس كاس كان خويغي شوية بشوية ومهم انا كنحرك وانا كنضيف الزيت تدريجيا باش هكا كتدوب ليداك ساني دا مزيان وفي نفس الوقت كيت تخلطو ليدوك العناصر بما انني كنصوبة غيب الطراب اليداوي كما كتشوفه فهنا غدي نجيب كاس ديال البرتقال وبدرجة حرارة المطبخ مش مكينزش ليداك البيض غدي نخلط مزيان ودابا غدي نجيب مقان ضيف الدقيق دقيق غدي ندير الكاس اللول ونغرب له كاس الى ربع كاس الثاني الى ربع مع مرش وغدي نخلط مهم غدي نخلط حتى نشوف انا ياوش غدي يقدني ذاك الدقيق او غدي نقدر نزيد فهنا غدي نزيد كملت نص كاس يعني جوش كيسان وربع ودر 17 جرام ديال خاميرات الحلويات فهنا غدي نخلط وغدي تشوفوا بانه خالط دكي يتقل كما كتشوفوا فهذا الادناء هادي غدي نجيب ربع كاس ديال الماء اللي هو ساخن جدا وغدي نخلط مزيان حتى كنحصل على القوام ديال الكيك اللي كنديرو عادة فهذا الادناء غدي نجيب القالب وغدي نخلط دك الكيك كندير واحد طبقة من الكيك كنحاول نوزعه على المول ومبعد غدي نجيب دك الكوك اللي حمرت وكنوزعه بها الطريقة هاكا يعني كندير طبقة من دك الكوك اللي محمر وكندير طبقة من خالط ديال الكيك غدي نبقى مستمره حتى غدي نسالي دك الخالط الكيك كما كتشوفوا فالفيديو واضح مهم ممكن نحاول نوزع دك الخالط باش يتغطى دك الحوشوه صافي من بعد ما غدي نكملها وغدي ندخلها الفران اللي هو بارد انا مكنش عيش الفران حتى كندير الكيكة ودرجة الحرارة دائما 180 والطياب ديالها عادي تيال الكيك مهم من بعد ما غدي نخرجها من الفران اهيا كيما كتشوفوه جدد كتجي لعد شكلها كموهم انا يدبع خويتها من المول او ديموليتها باش انها تبرد شوية مبعد عطاة نكمل معاكم بعد ما بردات رضيتها الاناء ديال العادي اللي غنخليها فيه كندهل لها الوجه ديالها بشوي ديال نباج ممكن دينوها بلاقون فيتيو مهم داك شيلي كي تواجد هنا عندي كوكو داك الحمر محمر ومهرمش مهم كتجي لها ديال شكلها هكا بعد ما موزعت عليها كوكو غادي نجيب واحد السلسة ديال الكاراميل وشوكولات السلسة جاهزة اللي كتبع عند موالي الحلويات اللي في هذه القراءة كندير خطوط هكا كنزينها هكا الكاراميل والشوكولات باش كي اعطاه واحد المدق سراحة سان وحتى بالنسبة للمنظر دياله كي يجي رائع فكي ما كتشوفوا هذه الكيكا ليح الدرس معاكم غادي نقطع واحد المرسو باش نوريكم كيكا تشي من الداخل دياله كتجي داك الحوش واباينة ما كيفاش كتجي وكتجي لدي داو بنينة في المدق ديالها وصراحة غي يجربوها وخليوا لي التعليق ديالكم ولايك كي ما العادة فكانت ديال الكيكا اللي حدرت معاكم كتجي لها تشكل وفي هذه الأثناء غادي ندوزع وثاني باش نحضر معاكم هادوك الخبيزات او هادوك الفطائر اللي غادي ندير في الفران خديت هنا يا 500 جرام ديال غادي 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 هنا ياخدي تحدي تقريبا واحد ثلاثة دلمعالقة زيط الزبدة كلي كندوبه ممكن جيب بصيلة عندي مقطعة وفليفلات ملونين مهم ذاك الشي اللي كيتواجد في المنزل ممكن نديره غير فلفلة خضراء او حمراء وغادي نخلطهم بعد هنا يجب تصدر ديال الدجاج عندي ذاك الصدر ديال الدجاج مني عبر ترقيت فيه مئتين وسبعين جرام قطع ترقي وق ممكن لا بغيتوا تطحنوا مهم انا قطع ترقي وقبديك القراد هنا غادي ندير توابيل الملحة وشوية البزار وسكينجبير وغادي البودرة ديال التوم وغادي شفية ديال الخرقوم وكذلك غادي ندير الساسة ديال السوجة تقريبا واحد المعلقة هكك وغادي ندير الاعشاب المناسيمة وغادي نحرك مزيان حتى ت اندمجه مزيان مع ديك التوابيل من بعد غادي نجيب واحد تقريبا واحد نص بكية صغيرة الشعرية الصينية او شعرية الاروز اللي راني ارتبتها في الماء المهم انا كان دائما المبرد الزبان لنقوم بسطن انتظر لنقوم بسطن طبعا لنقوم بسطن لنقوم بسطن لنقوم بسطن هنا لنقوم بسطن نحاول انني نجمع بشوي دياز الزيت دارتها في الدية وكننكورها وكنولي نعود نخليها ترتاح وكندوز باش نطفع لديك الحوشوة سافي هنا يطفعت عليها ودرت ليها شوي ديال الربع وكننحرر لكم زيان وهنا سافي دست العجينة اللي هي رتحت غدي نقطعها على ثلاثة ديال الكواورات نحاول نديرهم متقادل بعد غادي نديرهم في هذا الإناء هذا وغادي نخوي عليهم الزيت وممكن نحاول انني ندير فيهم الزيت مزيان وكنخليهم يرتاحوا واحد العشرة ديال الدقائق بعد غادي ندوز ندير الفرماج فوق ديال الحوشوة ما خليتها تبردت عدتليها الفرماج مزرر العادي سافي هنا خدي لنا خد الكورة اللولة بعد ما ارتحت لجينة انتو ما كتشوفوا كي ما كتتطلق مويمة ديك الزيت اللي فيها بها كانت لقها كانت لقوه مزيان عادة كي ما كانت لقوه المسمن وراني دوبت الزبدة كمان خديت الزبدة ديال التوراق دوبتها بما اننا في الحال برد غادي نوزع على ديك العاجين وكانت طويها طويها ديال البحال اللي كانت طويه المسمن عادوة كان عاود ناخد الكورة الاخرى ومهم كان استمر بنفس الطريقة حتى غادي نسالي ديك ثلاثة الكورة اللي عندي من بعد كان اغضيهم بواحد البلاستيكا وكان خليهم يرتاحوا واحد الخمسة الدقيقة هكاك بعد كان بدأ نخدمهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 نضيف زبدة كنحاول انني نقرسها او نطلقها بهالطريقة مقادة كنقرسها شبز زف كناخد القطعة دية البيزا كنقسمها على 4 دية الاطراف كناخد المرسو اللول كما كنتشوفو كنضغط بالاصابع دية لغى على الجنيبات وكناخد الحشوة كنديرها في الواسط وهادوك الجنيبات او دوك الاطراف هما اللي كان نجمع اللي كان اكون رققت سافي وكان نجمع هاد الشكل هكا سافي كان نتكور كان نحطها عاوثيني نفس الشيء بالنسبة للمرسو والاخرين مهم كما تشوفو كندغطي على الجنيبات و الواسط ما كان قيصوش لانه هما اللي غادي نجمع ماش ما كتبقاليش اللي جينا مجموعة بززاف سافي وكان ستامر او ثاني بنفس الكيفية حتى كان سالي هادوك الثلاثة ديال المربعة اللي صوبت لان كل وحدة كتتعطيني 4 يعني المجموع ديال هاد الخبيزات او هاد المملحات كتتعطيني 12 حبة وراني دايرة اللاطة ديال الفران درت ليها البابي كويسون كنحط عليه هاداك الخبيزات والمهم هادو بنسبة لي هم الفران كي خصو يكون سخون فانا غادي نكمل هادا هادا القيطع اللي بقاولية وغادي نشعل الفران وغادي ندير درجة الحرارة في 150 لان هاد الخبيزات او المهم عادة هاد شي ديال الفطائر كي بغي ودرجة الحرارة تكون عالية فهنا يراني ساليت وغادي نشعل الفران من بعد خديت هاداك الخبيزات كي ما كتشوفه غادي نضغط عليهم غادي واحد شوية وغادي نجيب اه سفر البيض المهم هنا خديت سفر البيض ودرت له تقريبا مع العلقة صغيرة ديال الحليب غادي نخلطو وغادي نبقان دهلهم الوجه ديالهم كان دهلهم مزم زيان من الوجه ديالهم ومجنيبات ومن بعد غادي نرشلهم في الوجه ديالهم شوية ديال زنجلان او بيض او سيم سيم ومهم دك الشي اللي يكاين في المنزل اختيار يبقى دك الشي طبعا وغادي ندخلهم الفران وما غادي نخليهم يتتحمروا مزيان في الوجه ديالهم ومبعد غادي نشوفوا شنو غادي ندفلهم في الوجه ديالهم هنا من بعد ما خرجتهم كيماشتهم ما خليتهم مش تحمروا بزاف هنا خديس دك الفروماج ديال صندويتش وقطعته على 4 كل واحدة قطعت على 4 قطع وكنديرهم هكا في الوجه ديالهم هكا مربع صغير باش كيتحمر من ذاك الوجه وغادي ندفلهم واحدة شوية او رشة من المعدنوس وكنولي نردهم الفران كيتتحمروا مزيان اوكي خرجوا على هات الشكل هكا كما كتشوفوه يجيوا صراحتان غزالين لف المنظر ديالهم ولا حتى في المدق ديالهم تيجيوا زينين مهم هنا يفش خرجتهم وان باقي نسخانين بعد غادي نوريكم ديالك القرمشة ديالهم كيفاش كيجيوا وان باقي نسخان كنحاول أننا نوريكم كيفاش كيجيوا هانتوما وكيجيوا مورقين كيجيوا غزالين صراحتان وكيجوا شمع الجنين يعني يجربوهم وآكيد غادي يعجبوكم انا ميقنى انهم غايعجبوكم هانتوما شوفوا كيفاش كيجيوا التوريقة والقرماشة والبنة لا نقول لكم يا سلام المهم كانت منا هاد الوصفات ديال اليوم اللي يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم والعجبوكم ديروا جامل الفيديو وايضا شاركوا في القناة وفعلوا الجرس باش دي ما توصلوا بالجديد وما تبخلوش عليا بتاع عليق ديالكم والاراء وايضا خليوا لاقتراحاتكم وكنجوليكم شكرا لكم بزاف على المشاهدة وهذا ما كان وحتى الفيديو الجرس ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته